يستمر الناخب الجزائري جمال بالماضي في تحضيراته من أجل قيادة المنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بكوديفوار مطلع السنة المقبلة والهدف هو استعادة اللقب القار الضائع واستهل جمال بالماضي منذ أشهر عدة ثورة تغييرات جدرية في صفوف المنتخب الجزائري حيث استغنى على إثرها عن أسماء كانت تعد من ركائز المنتخب ليوجه الدعوة في المقابل إلى أسماء شابة ويعد اللاعب الدولي سفيان فيقولي من بين الركائز الأساسية التي تخلى عنها بالماضي منذ أكثر من عام ونصف بسبب تراجع مستواه مما حتى مع الناخب الجزائري البحث عن بديل له ومنذ نكسة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022 أجمع المختصون على أن غالبية اللاعبين الذين استدعاهم بالماضي فشلوا إلى حد الآن في تعويض مكانة النجم فيقولي في وسط الميدان وإثر ذلك الفشل يخطط جمال بالماضي لإعادة المحارب سفيان فيقولي إلى صفوف المنتخب الجزائري في الفترة المقبلة ولكن بشروق من أجل المشاركة في كان كود ديفوار حسب ما كشفه موقع فوت الزير ويرغب المدرب جمال بالماضي في إعادة تجربته الناجحة التي راهن عليها مع لاعب خط الوسط السابق عدلان قديورة الذي منحه فرصة العودة إلى كتيبة الخضر وخوض منافسة كان مصر 2019 وإثر نجاح قديورة في كان مصر رغم كل الانتقادات التي وجهت لبلماضي وقتها يسعى هذا الأخير لتكرار تلك التجربة مع سفيان فيقولي في نهائيات كأس أمم إفريقيا بكود ديفوار وفق ما أكده المصدر السابق ويرى بالماضي حاليا أن عودة فيقولي في حال ما استعادم السواه أمر أكثر من ضروري لخوض المعترك الإفريق المقبل في انتظار تحضير خليفته حسام عوار واتصل بالماضي بنجمه سفيان فيقولي وكشف له المخطط السال في ذكره واشترط عليه استعادة مستواه السابق وشجعه ذلك في سبيل خوض آخر منافسة قارية مع منتخب بلده الجزائر وكانت مباراة ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم في فا قطر 2022 أمام المنتخب الكاميروني بتاريخ 25 مارس من العام ذاته آخر ظهور للنجم فيقولي مع المنتخب الجزائري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر